مرضى السكر لازم بنهتم بيهم في شهر الصيام لأن مسألة ناقص الأنسولين أو تزبزبه أو حدوث فيه مشكلة بيكون خطر جدا على صحتهم علشان كده النهاردة نجايب عشر خطوات لصيام آمن لمريض السكر في شهر رمضان خلينا نشوف مع بعض تفاصيل أكتر علشان دايما مريض السكر يعيش بصحة وأمان مسألة الصيام الآمن لمريض السكر بتمثله تحدي كبير مع بداية الشهر الكريم لكن احنا النهاردة هنطمنهم انهم يقدروا يتعايشوا مع المرض في شهر الرمضان بسهولة وبدون مضاعفات وده كله حسب رأي الخبراء والأطباء معروف ان في نوعين لمرض السكري هما السكري من النوع الأول وفي الحالة دي بيتلقى المصاب مادة الأنسولين لأن البنكرياس ما بيكونش قادر على إنتاجه أما النوع الثاني من السكري فهو بيرتبط عادة بالتقدم في السن والسن الزائدة أو بيكون قراسي بالنسبة لصيام شهر الرمضان لمريض السكري بيفضل لهذا المريض من النوع الأول اللي يصوم لأنه لا يجب أن يستمر لفترة طويلة دون تناول الطعام كمان ما ينفعش أنه يأكل في مدة قصيرة أما مريض النوع الثاني فمن الممكن أنه يصوم بشكل طبيعي طوال الشهر الكريم في حالة إذا قرر مريض السكر من النوع الأول أو النوع الثاني النصوم شهر الرمضان بناء على رأي الطبيب المعالج أولا بعض الخطوات لازم يتبعها لأنها بتمثله إجراءات احترازية ووقائية يجب القيام بيها لتجنب ارتفاع السكر أو هبوطه في الدم من بين الخطوات الوقائية اللي بيتبعها مريض السكر إنه يأخر وجبة الصحور قدر الإمكان علشان ما تطلش بالنسبة له فترة الصيام لساعات طويلة وبالنسبة لمريض السكر عند تناول وجبة الإفطار بيفضل كسر الصيام بالسلطة وبعد عشر دقائق بالزبط يستكمل تناول الطعام وباستحب إن تكون النشويات في النهاية بعض الخضروات طبعا والبروتين وده طبعا بيعود إلى إن الإشارات العصبية الخاصة بالإشباع بتصل بعد تلت ساعة من تناول الوجبة بيفضل لمريض السكري استبدال الحلويات اللي بيتم تناولها بين الإفطار والسحور بالأطعام الصحية زي الفواكه والخضروات وكمان بينصح بتناول الحلويات الرمضانية زي الكنافة والأطايف ولكن بشكل في نوع من أنواع الضوابط اللي بيحددها الطبيب خاصة السكري من النوع الأول بيتناول جرعات تصحيحية من الأنسولين تحت إشراف طبي تجنبا لارتفاع مستوى السكر في الدم وطبعا خلال ساعات الصوم بيفضل لمريض السكري قياس مستوى السكر في الدم في الصباح وعند الاستيقاظ ومرة تانية في العصر قبل المغرب لأن في حالة ارتفاع السكر أو هبوطه بيفضل على مريض السكري الإفطار فورا إذا كان أكتر من 300 أو أقل من 70 وفي الحالة دي ارتفاع السكري يجب على مريض السكر أن يتناول قدرا كافيا من الماء حوالي من 2 ل 3 لتر من الإفطار وحتى الصحور للحفاظ على رطوبة خلايا الجسم وسيولة الدم كمان تناول الفكهة المجففة زي الأراثية والمشمشية مناسب جدا لمريض السكري أما بالنسبة للطمر فلا يجب تناول أكتر من 3 طمرات فقط أما بالنسبة للمشروبات الرمضانية زي العرقسوس والكركدية أو السوبيا فبيقع تأثيرها على حسب محتواها من السكر يعني إذا كانت خالية من السكر فملهاش أي ضرر على المريض أما الطمر هندي ما بيفضلش تناوله خالص لأن نسبة السكر فيه بتكون عالية جدا أما بالنسبة للعرقسوس لا يسبب أي ضرر لمرض السكري لكن لا يفضل لأصحاب الضغط المرتفع خليكوا دايما واخدين بالكم من صحتكم علشان تعيشوا بأمان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر